موسيقى يسوع هو الرب أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن موضوع في غاية الأهمية موضوع يسوع هو الرب وهذا الموضوع مهم جدا لأن الحالة لم تغيرت من أيام ولادة يسوع المسيح حتى يومنا هذا ما زال هذا الإسم وما زال هذا اللقب يواجه العداء ويواجه الرفض والإنكار وواجه تحديات كثيرة ومن أجل هذا الإسم استشهد على مر العصور والأزمان ملايين الشهداء من أجل شهادة ربنا يسوع المسيح يسوع هو الرب وهذا هو إيمان المسيحيين وهذا الإيمان هو إيمان مصيري أبدي إذا آمنت أن يسوع هو رب فطبعا لابد أن تحصل على الحياة الأبدية إن رفضت يسوع هو الرب فلابد أن تواجه الدينونة خليني في البداية أقول أحبائي شيء مهم جدا الرب هي واحدة من أقوى التعبير ومن أهم الدلالات للهوت المسيح هو لقبه الرب فبتشوف هذا اللقب تكرارا ومرارا في الكتاب المقدس ولسيما في العهد الجديد هو الرب أولا هذا هو حق ذاتي وشرعي فالمسيح هو رب لأن هذا شيء من حقه أو من حقوقه فهو الرب من قبل الأزمنة الأزلية لأنه هو الله وهذا حق شرعي ولقب شرعي لالله الخالق والفادي أيضا شيء تاني يسوع هو الرب بجدارة وكفاءة ليه؟ لأنه أكمل عمل الفداء الكامل وختم هذا العمل الكفاري بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات فاستحق أن يحصل على هذا اللقب والرسول بولوس يلخص كل الفكرة في رسالته إلى كنيسة فليبي الإصحاح الثاني من آية خمسة مكتوب فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي عن يسوع إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت موت الصليب اسمع ما يقول كتاب لذلك رفعه الله وعطاه إسما فوق كل إسم لكي تشثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب فإذن المسيح هو الرب لأنه أطاع حتى الكمال يقول كتاب الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السمويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده من الذي يملأ الكل في الكل رسالة أفسوس الإصحاح الأول من آية عشرين للآية اتنين وعشرين فإذن هذه التعبير اللهوتية مهمة جدا نرى أن المسيح هو رب هذا حق شرعي وذاتي ثم المسيح رب لأنه أطاع بالكامل وأكمل خطة الفداء بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات فهذا طبعا يعني موضوع تسبيح وعبادة لأنه أكمل عمل الخلاص الكامل من أجلك ومن أجلي أحبائي ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل أهلاً أحبائنا مشاهدينا يسوع هو الرب حتى نشوف هذه الفكرة من خلال البشارة ومن خلال ولادة يسوع المسيح اسمع ما قال الملاك في الكتاب المقدس من كلمة الله فقال لهم الملاك بيكلم الملاك الرعاة في بيت صحور في حقل الرعاة بجانب بيت لحم لا تخافوا فهأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب المسيح الرب طبعاً هذه التتميم لنبوة النبي ميخا في العهد القديم إصحاح خمسة والآية 2 عن الرب يسوع مكتوب وأما أنت يا بيت لحم لست الصغر بين ألوف يهوذا لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل لحظ الكلام الذي يولد في بيت لحم الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل وعندما بشر الملاك قال أبشركم بفرح عظيم ولد لكم اليوم المسيح الرب لتتميم النبوه ولحظ هذا اللقب الرب بيتمشى مع لقب المسيح بحسب النبوة الأزل لأنه مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل يعني وجود المسيح قبل ولادته من أجل هذا نردد في قانون الإيمان المسيحي مولود غير مخلوق ثم أحبائي لاحظ الكلام عند يعني البشارة ألي صباط عندما ذهبت مريم القديسة المطوبة مريم لتزور نسيبتها قريبتها ألي صباط في عين كارم في جبال اليهودية وعندما سلمت على ألي صباط فقالت ألي صباط فمن أين لي أن تأتي أم ربي إلي من اللي أعلن لألي صباط طبعا هي كمان كانت حبلة بمعجزة بيحنى المعمدان بس من الذي أعلن لألي صباط من أين لي أن تأتي أم ربي إلي يعني بكلمات أخرى عم بتقول من أين لي هذا الشرف كيف أنا ممكن أحصل على هذا الشرف مع أنه لاحظ الكلام ألي صباط كانت من بنات هارون يعني من صبت الكهني وزوجها كان كاهن بيخدم في منطقة القدس في الهيكل يعني من عائلة مرموقة جدا وبينما مريم جاءت من الناصرة بلدة متواضعة ولاحظ أنه ألي صباط كانت عجوز على الأرجح كان عمرها ستين سنة ومريم كان عمرها يعني ممكن نقول 15 بالكتير 16 سنة العجوز تقول للشابة من أين لي هذا الشرف أن تأتي لي أم ربي إلي واو أنت جاي من الناصر إلى اليهودية لما سمعت سلام مريم ارتكد تحرك الجنين في بطنها فإذا أحباء نستطيع أن نستدل أن المسيح هو الله لأنه فعلا من خلال التعبير حقق انتصار أبدي لأنه إلو السلطان والسيادة المطلقة كرب وهذا اللي منشوفه في صفحات العهد الجديد يسوع بعد ما أكمل الفداء وعندما ظهر للتلاميذ يعني على أحد جبال الجليل فتقدم وقال لهم دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم فإذا قيامة المسيح كانت الختم كانت تصريح النهائي المصداقية على كل تصريحات المسيح وعلى كل كلمات المسيح أنه الرب وأنه يحق له هذا السلطان بأن يرسل التلاميذ أن يعملوا هذا الأمور يتلمذ جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والإبن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به ها أنا معكم لاحظ الكلام بيحكي للتلاميذ بعد القيام ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر إلى انقضاء الدهر من يستطيع أن يقول هذه الكلمات ومن يستطيع أن يرسل غير الله له كل المجد اسمع ما يقول الكتاب بالحقيقة كلمة رب في العهد الجديد موجودة ستمية وخمسين مرة هذا اللقب لرب يسوع مرات أحيانا الرب معناه كمان السيد مثل لما بولوس بيتكلم عن السادة والعبيد لما بيحث العبيد أن يطيعوا السادة وطبعا في أفسوس يقول أيها السادة قدموا للعبيد العدل والمسواعلمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماوات في كولوسة أربعة وكمان بتعني مش بس سيد بتعني رب والكلمة العبرية أدون أدوناي والكلمة اليونانية كيريوس تعني رب أو سيد أو كما يطلق في الأرامية رباي يعني يا معلم وتطلق هذا اللقب يطلق على الاسم الشخصي للإله يهوى يهوى في اللغة العبرية فقال الله لموسى أهي الذي أهي وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله آبائكم إله إبراهيم إله إصحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور خروج إصحاح 3 والآية 14 والآية 15 لاحظ هذا الاسم الإله الشخصي إله لكن مرات في العهد الجديد بيستخدم بمعنى السيد ولكن كلها دلالات إلى تفوق يسوع المسيح مثلا في الإنجليزي منقول مستر أو منرجع للغة اللاتينية التي تقول أو في الإسباني فكل المحور بضول حول تفوق يسوع المسيح مثلا السامري قالت ليسوع يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة يحنى أربعة ولكن أحبائي السامري آمنت أن المسيح هو مخلص العالم أو الأبرص الذي جاء إلى يسوع المسيح وقال يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني هذا الأبرص سجد ليسوع المسيح ومكتوب أيضا أنه طهر من برصه فالمسيح لم يتنجس بلمسة الأبرص ولكن الأبرص طهر بلمسة يسوع المسيح قال يا رب أو يا سيد إن أردت قال يسوع أريد فطهر للوقت طهر برصه وهذا العمل أحبائي فقط من اختصاص المسيح أرب شيء آخر قائد المئة كان عنده عبد كان عنده غلام مريض جدا على وشك الموت أرسل الشيوخ وقاله يعني زي واسطة يعني بالعربي وقاله إنه مستحق وبنالنا المجمع بعدين شوف هذا الشخص النبيل الشريف العظيم قائد المئة قال يعني يا سيد لا تتعب لأني لست مستحقا في موضع آخر لست مستحقا أن تدخل تحت صقفي ولكن قل كلمة فيبرأ غلامي قال يا سيد ولكن هذا الشخص الذي قال لست مستحقا المسيح مدح إيمانه وشفى العبد من العبد المريض من مسافة وهذا اندل على الشيء أنه قدرة المسيح غير محدودة بالمسافات هذه التعبيرات يا سيد بردو فيها عمل إلهي خارق اللي لمسوه من خلال يسوع المسيح فإذن يسوع هو الرب يسوع هو الرب أحبائي في لهوته لاحظ خليني أقتبس آي مثلا فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة كلمات يحنى المعمدان موجهة عن يسوع المسيح في متة إصحاح 3 والآية 3 أعدوا طريق الرب قالها يحنى المعمدان عن يسوع وهي بالحقيقة نبوة عن يحنى المعمدان الذي يهيئ ويجهز الطريق ليسوع المسيح الذي يقول عنه صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب وبيكمل بقول أحبائي فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا لأن فم الرب يتكلم في إشعياء أصحاح 40 والآية 3 والآية 5 لاحظ الكلمات يقول أعدوا طريق الرب أعدوا طريق يهوى الجدير بالذكر أن اليهود أحبائي بيحترموا اسم الله إلى اليوم لا يذكروا اسم الله يعني دايما بيذكر مثلا كلمة أدوناي إلهينو الرب إلهنا حتى كلمة إلهنا بيحطوها في الكاف بدل من حطوها في الها على أساس أنه الاسم مقدس جدا وأنه صعب أنه يتنجس هذا الاسم بمجرد تعبير وكلمات وإذا بتلاحظوا مثلا تتفرج في عند حائط المبكة بتشوف أن اليهود وهن بيقرؤوا الكتاب المقدس على طول دايما الراس عم بيتحرك و بينزل هذا طبعا مهابة واحترام ووقار لإسم الرب لإسم الرب من أجل هذا دائما ينحنون أسم الرب لأنه كتاب يعلم لا تذكر اسم الرب باطلا يعني مش على الفاض ورخيص نذكر كلمة الله مع أنه للأسف رخصناها إحنا في اللغة العربية ولكن أحباء بالنسبة لليهودي كان يخاف لا يذكر الأربع أحرف اللي هي يهوي في اللغة العبرية فكان يقول يدور حول الكلمة أدوناي وطبعا اتطورت للكلمة الأرامية اللغة اللي كانوا بيتكلموا فيها في العهد الجديد بحيث أنه الله اسمه مقدس لا يذكر على أفواه البشر لأنه البشر غير كاملين فيعلن مجد يهوى يعلن مجد الرب يهوى أعدوا طريق يهوى ويحن المعمدان يقتبس نفس الآية نفس الآية عن يسوع المسيح أعدوا طريق الرب أدوناي يهوى يعني كانوا بقول للناس هذا هو يهوى الإله اللي بيتكلم عنه في الشعية إصحاح أربعين فيعلن مجد الرب يهوى ويراه كل بشر جميعاً ليه؟ لأنه فم الرب تكلم برضو يهوى يتكلم أليس هذا ما مذكور في العهد الجديد في يحنى واحد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلم والظلمة لم تدركه ولكن لاحظ هذا الكلمة اللي بيقول عن يحن الله وكان الكلمة الله في آية 14 والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً أو كما قال الرسول بولوس ونحن جميعاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف وفي كورنتو ستاني أربعة مكتوب في أربعة ستة وقال الله الذي يشرق نور من ظلمه هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح فإذا هذا المجد حل وسطنا وسط الشعب فصار ظاهر للناس من مجد إلى مجد كما من الرب الروح شيء تاني واحدة من أقوى الإثباتات على ربوبية المسيح هي في رسالة يعقوب إصحاح 2 والآية الأولى دايماً أحبائي لما منعلم في موضوع الوعز والتفسير لازم نعرف مين اللي بيتكلم شو خلفيته شو هويته مع مين بيتكلم لمين بيكتب مين الشعب المعاصر وبيكتب للأصباط بيكتب للشتات اللي كانوا مشتتين يهود يعني فتتخالي بيذكر عبارة لا يمكن يعني أي واحد يهودي يسمعها ولكن بيذكر هذه العبارة عن يسوع المسيح متمشياً مع الصادة العهد القديم اسمع ما يقول الرسول يعقوب في واحدة من أقوى الإثباتات على ربوبية المسيح قال يا إخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد كمان مرة يا إخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحابة مع إنه في الكتاب المقدس في العهد القديم يصرح في إشعية 42 والآية 8 يقول يهوة أنا الرب يهوة أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات من يستطيع أن يتجرأ أن يقول يسوع رب يهوة مجد الله مجد الرب رب المجد إلا إذا شفوه واختبروه وعينوه أيضاً هذه ليست كلمات سهلة أحبائي هذا مش مجرد بيعه مش ترى باستلاحات منتكلم فيها عن اسم الله الرب إحنا منتكلم على اسم مقدس لدرجة إنه اليهود كان يخافوا يذكروا على ألسنتهم هذا الاسم وهذا يعطيك فكرة وإضاح كم هذا الموضوع خطير ومهم وجد في نفس الوقت أنا الرب مستحيل لا يمكن أعطي مجدي لأي شخص آخر لكن الرسول يعقوب بقول عن يسوع ربنا يسوع المسيح رب المجد رب المجد فإذا أحبائي واضح إنه المسيح هو الرب ثم الرب أحبائي شيء آخر هو رب الملائكة مكتوب ومتى وأيضا متى أدخل البكرة إلى العالم يقول لتسجد له كل ملائكة الله عبرانين واحد ستة هو الرب هو الله هذا هو المفهوم في العهد القديم وفي العهد الجديد بتتذكروا في العهد القديم عندما هزم إلي النبي أنبياء البعل على جبل الكرمي مكتوب في آية 39 سقطوا على وجههم وقالوا الرب هو الله الرب هو الله في ملوك الأول صحاح 18 أحبائي وآية 39 وهذا بيتمشى مع ما قال رسول بولوس فليبي 2-11 لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشتب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب الرب هو الله يعترف كل لسان وبرضه بيتمشى مع الآية نبوه في العهد القديم تجث لي كل ركبة يعترف كل الرب هو الله عن يسوع المسيح شيء آخر هو رب المجد فواضح لكل المفاهيم في الشعب المعاصف في أيام يعقوب فهمه أنه بيتكلم عن يهو رب المجد الرسول بولوس يقول لأن لو عرفوا لما صلبوا مرة ثانية رب المجد رب المجد وهو أيضا رب العرش والعرش هذا هو من حق ومن اختصاص الله إشعياء النبي يقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل إشعية ستة واحد في ثمانية وثلاثين مكتوب ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله هون بيتكلم بالعهل الجديد الذي قاله يا رب هنا الرسول يحن بيقتبس إشعياء يا رب من صدق خبرنا إشعية 53 أو 52 آخر 52 بداية 53 من صدق خبرنا ولمن ولمن استعلنت ذراع الرب لاحظ الكلام قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه في يحن 12 عم بيتكلم عن يسوع المسيح عن يسوع المسيح لذلك أحبائي هذا مهم جدا أن ندرك أنه رب هي يهوى في العهد القديم في العهد الجديد هو الرب رب المجد فطبعا الذي يستحق السجود ويستحق العبادة ويستحق الإكرام والتبجيل والوقار خليني أخذ مكالمة أحبائي وسأعود بعد هذا هذه المكالمة أهلا وسهلا من معي على الخط أهلا وسهلا أنت معنا على الهوى أهلا أبو مهند حبيبي نزار شهين أهلا وسهلا أبو مهند نزار شهين أهلا بك أهلا وسهلا لديك لما تقول المسيح هو الحل لأن فيه سر فيه سر أن يحل كل المل وردت بكل السواه التساطاش هناك ملك اسمه نجل الجواب والحل لمعظم معضلات حياتنا هو الرب يسوع المسيح المبارك إن كنتك مع علاقة بهم أثينا فلك مفتاح الحل لمشاكل الخطيئة والذنب والذنب والسماء وجهنم أنه يعطي حلا أبديا لمشاكلنا تجاربنا بضعف أجسادنا تصورات عقولنا تلك تجارب المشاكل التي قد تصادفها أجسادنا وتصورات عقولنا تلك تجارب تجارب والمشاكل التي هي قد صادفتها ونحن أعضاء بهذا الجنس البشر الصادر عزيزي ما توجهه الآن مشكلة صعبة مرضا عضالا تذكر اسم الرب يسوع المسيح إنه قرج حصين لك إن كنت من أولاد الملاقوت السماوي ملاقوت ابن محبته كل الأشياء تصبح جديدة في المسيح يسوع فاستسلم لديه واجعله السيد والرب على عرش حياتك إذ إذ إنه الجواب والحل الوحيد بكل معضلات الحياة اسم ربي برج الحصين طول عمري هو لي معين هو صخرتي وصح أحزاني لا لغضتي هو معواني إن المسيح كمخلوق يحمل إلينا السلام مع الله وكرب يشملنا بتلامه العجيب الذي يفوق كل عقل وأجمد كحية لحبيبي 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 لذارك منستخدمها يعني فلان خلق أو يعني لكنه مولود وغير مخلوق شكرا كتير أبو أبو مهند ربنا يباركك ربنا يباركك خلينا أخد كمان مكالمة من جون أهلا وسهلا جون طيب لكانت منرجع لجون كمان شوي خلينا بس أعيد كمان مرة أكرر أن يسوع هو رب في لهوته يسوع هو رب الملائكة هو رب المجد هو رب العرش لاحظ كل هذه الدلالات عن لهوت يسوع المسيح هو رب الجنود مكتوب عنه هذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس رب الجنود مجده مل كل الأرض إشعية ستة ثلاثة لكن برضو في العهد الجديد يحن يتكلم مع ما قال إشعياء حين رأى مجده وتكلم عنه يعني المجد اللي بيحكي عنه في إشعياء قدوس 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 أربعين ثم المسيح هو رب الصليب ورب الفداء فهذا ليس ضعف مثل ما ذكرت في حلقة سابقة إنه الشجاعة إنه القوة إنه التضحية لكي يموت عن البشر ويقدم نفس أضحية حتى يعطي الحياة والفداء الكامل هو رب الصليب والفداء فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل لاحظ عم بيكلم اليهود أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا لأنه عم بيتعجبه التلاميذ كانوا متخبيين خائفين مرتعدين فجأة بطرس الرسول عم بيكرز في يعني بين جبل صهيون وجبل الهيكل في منطقة كانت العيد يعني عشرات إذا مش مئات الآلاف من الناس عم بيكرز بالبشارة ويقول لليهود يعني أنتم يعني صلبتموه الذي صلبتموه أنتم حقيقة صلب يسوع المسيح وما أحد اعترض عليها من كل الآلاف الموجودة الموجودة أحبائي يعني في هذا المشهد الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا الله جعله رب ومسيحا لأنه لهذا السبب جاء يسوع حتى يموت ويقوم من بين الأموات فكيف نقول أن المسيح لم يصلب أو كيف نقول يسوع شبه له مع أنه يتكلم أمام عشرات الآلاف من الشهود اللي عاينوا وشاهدوا هذا الحدث الكبير وهو صلب يسوع المسيح شيء آخر المسيح هو رب الخلاص ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص تتمشى مع الكلمة في العهد القديم أنا أنا الرب وليس مخلص آخر مخلص هو المسيح الرب هو الرب أحبائي هو رب الخلاص هو الرب المسيح هو رب السبت كما يقول الكتاب عنه أو كما قال يسوع وقال لهم إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا في لوقا 6 آية 5 بتتخيل مع مين بيتكلم بيتكلم مع اليهود شافوا التلميذ عم بيكلوا سنابل وقالهم طب مش داود عمل لما أكل خبز الكهنة يعني كان مفهومهم للسبت حطوا قوانين كثير أكثر من 500 قانون في موضوع السبت والنتيجة ابتدأ يعني كل الكنسيب تبع السبت اتغير بحسب الفكر في أيام المسيح فعم بيوبخن على هذا العمل عدة مرات لما شفه في السبت كان دايما يعلم إن هو رب السبت أي أن هذا اليوم يتبع للرب هو للرب هذا اليوم وهو رب يسوع رب وهو موضوع العبادة وموضوع الخدمة سف رؤية صحاح الأول آية عشرة كنت في الروح يحنى بيتكلم في جزيرة بطمس كنت في الروح في يوم الرب لأن هذا يعني السبت كما قال عن نفسه ابن الإنسان هو رب السبت في يوم الرب وبعدين بيتكلم عن الرؤية اللي شافها ثم أيضا شيء مهم جدا هو مش بس رب السبت وعلى فكرة هاي كلها استلاحات مفهومة لليهود كأنه يقول أنا الله يعني بصريح العبارة ومش بس يعني حتى بقول إنه رب الحصاد هاي الكلمة لا تطلق إلا على الله الحصاد تفيد إلى النهاية الحصاد الأخير عندما يدين الأشرار وعندما يبارك الأبرار في حياة النعيم فهو رب الحصاد قال يسوع إن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاد عم بقول صلوا حتى الرب يرسل فعلة بعدين على طول شو بقول اذهبوا هنا المسيح بيتكلم الرب ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب لوقا إصحاح عشرة آية 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 ثلاثة أطلبوا من رب الحصاد ها أنا أرسلكم من الذي يرسل أحبائي إلا الله لاحظ المسيح أولا أرسل التلاميذ ودعا الاثنى عشرة وابتدأ يرسلهم اثنين اثنين وعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة فإذن الرب أرسل التلاميذ كما أرسلني الآب أرسلكم أنا يحنى إصحاح عشرين ثم المسيح قال اسمع هنا تعبير مهم كتير كتير أرسل الأنبياء واو من الذي يرسل الأنبياء لذلك ها أنا أرسل إليكم وإن يسوع يتكلم أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبا فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة متى إصحاح ثلاثة عشرين آية أربعة وثلاثين ثم من الذي يرسل الروح القدس المعز يسوع ومكتوب ومتى جاء المعز الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي يحنى خمسة عشر آية ستة عشرين فإذن المسيح أرسل التلميذ أرسل الأنبياء وأرسل الروح القدس شيء آخر المسيح هو رب الكنيسة مكتوب رأس الجسد عنه ونقول عليه أو يطلق عليه الرب يسوع المسيح الرب يسوع المسيح مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح أفسوس إصحاح 2 ألم يقل يسوع اتنبأ على الكنيسة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ولأن الكنيسة هي جسد المسيح فنحن نحتفل في يوم الرب نحتفل بالرب يسوع ونحتفل في هذا اليوم بسمو يوم الشركة استأتي الكنيسة تجتمع حول الرب يسوع ومن أجل هذا نمارس الفريضة المسيحية ما تسمى مائدة الرب أو العشاء الرباني مائدة الرب هي الشركة حول يسوع مائدة الرب نتذكر موته لأنكم كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجي فالمسيح أحبائي هو الرب ثم هو رب الهيكل ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل فلو علمتم اسمع فلو علمتم ما هو أني أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء هنا بيتكلم عن صدى الصوت النبي هشع يهو يتكلم الرب بيتكلم أريد رحمة لا ذبيحة وهنا يسوع يقول أريد رحمة لا ذبيحة فالرب يتكلم ثم أحبائي واحد من أعظم الشخصيات داود في العهد القديم لكن المسيح هو رب داود بل أصل وذرية داود كما قال يعني أنا أصل وذرية داود أنا يسوع بيتكلم لا الكنايس أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح المنير ثم يسوع المسيح هو رب الخليقة هو الرب على الكل لأنه هو الله الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود الرب مزمور 103 آية 19 بجسد العهد الجديد فإنه فيه أي في يسوع خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم ريسات أم سلطين اسمع الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل فهو الكلمة بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله وفيه يقوم الكل مكتوب يعني الكل متماسك بالكلمة إذا الكلمة هيك فتح إيده كل الكواكب كل الدنيا بتنهار وفيه يقوم الكل فإذن هو الرب يسوع المسيح على فكرة هو رب حتى على الشياطين مكتوب يا رب التلاميذ بيحكم على يسوع يا رب حتى الشياطين تخضع لنا بإسمك في لوق عشرة قال يسوع للشيطان للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك واضح من هاي الآيات أحبائي ربوبية يسوع المسيح خليني أخذ بتهيأ ليمكي المكالمة جاهزة أهلا وسهلا الأخ جون من البحرين أهلا وسهلا فيك اتماعنا على الهواء السلام ونعم يا أبونا أهلا وسهلا حبيب أهلا أخ جون أنت اللي اتصلت لأسبوع الماضي بالضبط صحيح أهلا أهلا فيك حبيب بتفضل بالنسبة للمداخلة كان اليوم مفروض أحكي تجربتي مع الرب يسوع بحكم يعني وقت انتمائي أو اتحرفت على الرب يسوع طبعا أنا كنت في هتاك الآونة شخص ملحد يعني بعد ما واجهت رفض يعني إنسانيتي ما سمحت لإني أكون شخص ضمن الدين الإسلامي فكنت شخص ملحد يعني وما بأمن بأي شيء إلى أن يوم من الأيام أجى فترة هيك كنت بشغل طبعا أنا شغلي ميداني فكنت بدي أشوف يعني كان بكل أسف كنت هيك حضر الموضوع وبدي أشوف الفيلم تبع الرب يسوع من إنجيل يحنى كان للأسف للأسف كان أنا باستهتار بدي يعني أشوف هذا الإشي يحك أن أنا شخص يعني ملاذي يكون فتوقفت وكنت يعني على قيد العمل فجأة فتحت الفيلم وعم بتابع يعني لما وصل يعني الفيلم بذكر لما قولت يعني مع السامرية عند البير لما قالها الرب يسوع من يشرب من الماء الذي أعطه أنا لا يعطش ثانية فلن يعطش أبدا بل يصير الماء الذي يعطيه نبعا في داخله ويدفق معطيا له الحياة الأبدية طبعا هاي الحالة طبعا أنا انهرت من البكاء شديد ما بعرف من إيش يعني هذا الإثار دهشتي بكاء هيك بشكل رهيب طبعا كنت فقدت النظر أنا حسيت هيك بس من البكاء طبعا حتى يعني أنا المنطقة اللي كنت وقف فيها كلها أجانب ففي شخص بش شاف ببكي في السيارة أنا كنت محضر في السيارة يعني فحتى أجع علي وشاف لي قال لي يار أوكي يعني وشاف أنه أنا بحضر الفيلم كان في دهشة بعيونه بعدها أنا هيك أخدت بريك شوي وغسلت وجهي وتواصلت مع أحد الأرقام اللي كانت معروضة على الفيلم وكانت الأخت ميرا بحب أوجه لها تحية منها يعني من بركم وتواصلت معي وكانت كتير كتير متعاونة جدا يعني أنا ما شفت شخص مخلص لهذه طريقة ووجه له تحية كمان اسمه جوزيف لوغن هو كان بدرسني الكتاب المقدس وكننا بنستخدم كمان البرنامج اللي عامله أو اللي مشارك فيه الأخ عمر الشهري ربي بارك وكان برنامج كتير رائع ومن هنا يعني أنا بتذكر كمان لما ما بعرف إيش اللي خلاني أقول هيك يعني صرت أردد هاي الكلمة باسم الرب يشوع المسيح باسم الرب يشوع المسيح بأظلني أرددها وكان فيه شعور هيك يعني أنه أنت فيه فيه إش جديد فيه إش جديد جاي يعني فيه إش جديد أنت بالداخل على إش جديد جديد ومتابني يعني أنا كنت فيه شوية من الظروف المحيطة كانت أنا بتذكر التاريخ كان فيه 14 أكتوبر 2020 فكنت شخصية يعني شوية هيك فيه كروه فيه حسد فيني جواي حبيت كل الناس اللي حوالي كنت فيه مرحلة بين السلام مطبيعية وبدأت رحلتي مع أفضل وأجمل عائلة عائلة الرب يسوه المسيح إن كتب لي عائلة جديدة كنت شخص منطوي يعني لحالي ناس يعني بقبلهم لأول مرة بس بعرفهم كأنه من آلاف السنين يعني كانت تجربة ما كانت إشي طبيعي يعني ما كان شيء يقلبني رأسا على العقبة ويقلب كل الموازين اللي أنا كنت يعني شيء ما كان ومن هنا أنا يعني خلاص بدأت المسيرة هاي وبشكر الرب أنه أنا كنت محظوظ يعني بهاي الصدفة مجدا للرب مجدا للرب يا أخ جون يعني ربنا يباك أمين أبونا حبيبي أنا بصلي أن الرب كمان يحميك ورب يستخدمك وشكرا أمين يا رب أمين على دخلتك وعلى مشاركتك إن شجعتنا كتير وبحب أحب لكل لكل المشاهدين يمكنك مشاهدة فيلم يسوع بحسب بشارة يحنة فيلم أكتر من رائع هو يعني ماشي الإنجيل آية بآية مع المناظر طبعا اللي بتساعد تشوفها وفعلا فيلم رائع جدا شكرا كتير أخوي جون أحبائي يسوع هو الرب هو كمان على فكرة رب الدينونة بيتكلم في متى 25 يسوع عم بيحكي لما بيرجع ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائك القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده لاحظ بيتكلم كالله ويجتمع أمامه جميع الشعوب فإذن بيكمل بيحكي عدين هنا وبعدين بقول كنت غريبا أويتموني كنت عريانا كسوتموني مريضا زرتموني محبوسا أتيتم إلي فطبعا يجيب الأبرار متى يعني كيف يا رب رأيناك جائعا أو عطشانا أو إلى آخر فقال الحق أقول لكم بما أنكم فعلتم بأحد إخوة الأصاغر فبي فعلتم فإذن هم بتشوف أن ربي ديننا بعدين كمان كلمات خطيرة جدا اسمعها قال يسوع المسيح ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحين إذن أصرح لهم أني لم أعرفكم قد اذهبوا عني يا فاعلي الإثم هو رب ادينونا كلمات خطيرة في معنى مكالمة من الأخت رشا أهلا وسهلا أخت رشا أنت معنا على الهوى أهلا يا أخي نزار وأهلا بكل المشاهدين طبعا حلقة رائعة جدا ربنا يباركك ويباركك ويباركك اخت رشا أحب بس في آية كنت الآية ده هي أحب أشارك بيها من أعمال الرسل إصحة عشرين إحنا بنؤمن أن المسيح هو الله والآية دي بتثبت أن المسيح هو الله لأن مكتوب احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدوس فيها أصاقفها لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه وطبعا الكنيسة الذي اقتنى الكنيسة بدمه هو ربي يسوء المسيح كنيسة الله التي اقتناها التي اقتناها بدمه فالله اقتنى الكنيسة بدمه أي أن المسيح هو الله عايز أقول أن إحنا أما بنيجي نكرز لأي حد في الدين نكلم أي حد عن المسيح سواء من أي خلفية أخرى أو ناس ملحدين أو كده بنتكلمهم عن إيه أمن بالرب بما فعله المسيح ماذا فعل المسيح هو أنه جاء إله تنازل وصلب وقام عايز أوجه رسالة صغيرة جدا في نص دقيقة لكل العابرين أرجوكو أرجوكو الاختبار جميل جدا وأنا بحس مع اختبارات عابرين وبرع عابرين من زمان جدا وبسمع اختبارات رائعة جدا لأن ربنا بيجي كل واحد بحسب شخصيته بحسب فهمه بحسب الباجراوند بتاعته خلفيته لكن لازم أبني إيماني على الكلمة النبوية أمين الكلمة النبوية هي أثبت نعم الرسول بوتروس شاف التجلي بعنيه عايش مع المسيح وشاف وقت التجلي ساعة مصعد على الجبل المسيح وشاف التجلي لكنه كان بيقول الكلمة النبوية هي أثبت فاحنا لازم نمنى نبنيه على كلمة الله يعني كلمة الكتاب المقدس لازم أبني إيماني عليه ما اكتفيش أبدا باختباري مهما كان اختباري قوي ما اكتفيش باختباري لكن أنا لازم أبني اختباري دهوت على أساس كلمة الله وعلى أساس العلاقة مع الله من خلال الصلاة وعلى أساس علاقتي بالكنيسة أو بجماعة المؤمنين لازم يعني يبقى لي مجتمع اللي هو جسد المسيح لها الكنيسة ولازم يبقى عندي علاقة شخصية بالكلمة الأساس المسيحيين بساعات يعني أنا عايزة أقولك إحنا بنتكلم على ألوهية المسيح وده موضوع رائع جدا ومهم جدا 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 الناس مش بتثبت على الأساس اللي أنت بتتكلم عليه أخ نزار الأساس ده مهم إن إحنا نتكلم على الحقائق الإيمانية لهوت المسيح ألوهية المسيح صليب المسيح موت المسيح وقيمته كلام ده أهم بكثير من أن أنا أروح مش عارفة مين يعمل أروح مثلا حد بيصلي بنبني إيمان على معجزات حصلت مع ناس أو حصلت معي أو حصلت أنا حصلي كم معجزات رهيب وشفت كم رؤة رهيب وأحلام كثيرة جدا ربنا عمل معي معجزات ليس لها أول من آخر لكن أنا إيماني ببنية على كلمة الله آمين الإنسان في ظرف معين في ضغط معين يبتعد عن الرب ولكنها حقيقة كتابية يعني هو كتير في تصرحات عن يسوع هو الرب ولكن أختصر بسبب الوقت لكن خليني في الختام أقول ليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس هذا عمل إلهي بروح الله القدس فالمسيح مكتوب عنه هو ملك الملوك ورب الأرباب ونحن نكرز بالمسيح ربا أحبائي مش بنكرز بواحد ضعيف ربا الذي قام من الأموات فالتلاميذ يعني قالوا رأينا الرب وعندما رأى تومة الرب قال ربي وإلهي وبطرس الرسول قال نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك والرسول يعقوب قال يسوع المسيح ربنا واللص التائب قال أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك وتأكدت هذه الربوبية مثل ما ذكرت بالقيامة تبرهن بالقيامة من الأموات حتى استفانوس عم بيرجم فيه مكتوب شاف مجد الله ويسوع قائم عن يمين الله قال أيها الرب يسوع إقبل روحي لكن أحبائي في تحذير من رسالة بطرس التانية ورسالة يهود الذين ينكرون الرب يسوع المسيح الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا وسيتبع تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق كثير ناس اليوم تنكر أنه يسوع رب للأسف للأسف لكن هذا اللقب وما منتنازل عنه وأنا بتأسف على مسحيين بحاولوا يحكوا عن لقب المسيح بأمور بتختلف يسوع هو الرب يسوع المسيح له كل المجد بالختام أقول لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص ومثل ما سمعنا من أختنا رشا عندما سألوا بولوس سيلا يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص قالا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك حباء نحن نعلن أن المسيح هو رب رب المجد رب لمجد الله الآب وأن أصلي أن يكون ربا على حياتك أن تفتح له قلبك وحياتك تدعوه مخلصا وتتوجه ربا على حياتك على فكرة من حب نسمع منك الرب يباركك وإلى اللقاء اشتركوا في القناة